تعال نشوف بقى اولاد المقال الاساي بيكتب ازاي الاول طبعا شكل المقال عامل ازاي لازم يبقى الشكل اولاد مهم جدا عشان المصاحح يعرف ان انت راجل فاهم وكتبت مقالات قبل كده بس يا رايب ده شكل المقال اولاد دي الانترودكشن المقدمة تبقى خمس ست سطور وبعد كده البادي او الوسط او الميدل ست خمس ست سطور وبعد كده الكونكلوجن سطرين او ثلاثة لازم الشكل ده اولاد خلي بالك الحدث اللي لازم تسيبك كده مكان بسيط لكلمة او كل باراجراف يعني معنى كده اولاد ان المقال بتاعك مكون من ثلاث ططع ايوة ثلاث باراجرافز يا لهوي يا مستر هكتب ثلاثة ثلاث باراجرافز دي انا بعمل جملة بالعافية نحن النهاردة بقى هنروألك الدينية يا رايق عشان احنا بقى انها كتير ما بيكتبش وقولا وتانية سنة وكنا مكبرين نماغنا اول ده بس لازم نشوف شكل المقال الاول وهنتكلم المهاردة اولاد زي تحمل جملة صغيرة تطلع بيها يتقال عليها انها صح وتاخد عليها درجة كويسة فهمت قصدي؟ تعال نشوف يا رايق كده مع بعض الشكل المقال مهم خلي بالك يا رايق وايه الكلام اللي بالله احمر انا عامله ده اولاد الكلمات دي هتساعدك ان انت تصبت الدينية شوي يعني اصبت الدينية ازاي هفهمك دلوقتي كل حاجة انا عايزك بس تعرف شكل المقال عامل ازاي حلو؟ تعالك كده يا رايق نشوف مع بعض ايه من الاول بقى واحدة واحدة كده المقدمة اكتب فيها ايه؟ وفي الوسط اكتب ايه؟ وفي الخاتمة اكتب ايه؟ كل الكلام ده لازم تذكروا كويسة مش بس بقى كده ولا كتابة المقال النهاردة احنا النهاردة كمان هنعرف ان شاء الله في سؤال اختيارات بييجي على الجزئية دي يا ولاد على المقال ايه سؤال اختيارات بيجي ازاي؟ اختيارات على المقالات وعن ايميليات والكلام ده كله سؤال اختيارات على بس الاول اهم حاجة ولاد اهم حاجة يا راي الجملة بتتكون من ايه الجملة بتتكون من فاعل وبعدين فاعل وبعدين مفعول او صفه تاني اهم حاجة تركيبت الجملة صح الموضوع ده ولادي اللي احنا نتكلم عنه النهاردة ده موضوع ايه ده بيتكلم على modern technology التكنولوجيا الحديثة هنتكلم عنها في كذا طريقة اكتبيه في المقدمة واكتبيه في الوسط واكتبيه في النهاية تعالى بس واحدة واحدة كده يا راي طبعا ولادي الجزئية دي مش موجودة في الكتاب انا هرفع لك الPDF طبعا عشان تبقى معاك الPDF ده ان شاء الله ادي القيسية جماعة كتابت المقال بيقولك الموضوع عبارة عن ثلاث حتات ثلاث قطع مقدمة وبعدين موضوع وبعدين خاتمة حلو؟ المقدمة يعني introduction احفظ الكلمة بالانجليزة ولادي والموضوع او الميدل الوسط يعني عبارة عن ميدل او بسموها bulk والخاتمة بسموها conclusion لازم التلت باراغرافات كده ولادي بصي بقى تكنولوجيا الحديثة بصي راي ادي الفاعل اول حرف في الجملة ولازم تسيب اول حتة صغيرة في اول باراغراف كده خلي بالك المقال عبارة عن باراغراف اتنين تلاتة تلات باراغراف ماشي تلات فقرات او تلات قطع تلات فقرات خلينا اقول فقرات عشان تفهم يعني اول حرف في الجملة حلو واخر الجملة في نقطة او full stop تخلي بالك البنكتوشن ده مهم ده او اعطي انسى الحكاية دي بص يا راي عشان تعمل جملة modern technology التكنولوجيا الحديثة ادي ايه الفاعل وادي الفاعل تلعب please اه خلي بالك من ايه من زمن الجملة يبقى مضارع ايه ده وانا خب بالي من كل حاجة كده طبعا موضوع زده اولاد بنتكلم في زمن المضارع البسيط شبعنا مضارع بسيطة بصده عشان التكنولوجيا الحديثة موجودة دلوقت ده بقيت حقيقة صح انا منتكلم على موضوع عامة زي كده اولاد زي السياحة التلوث الكلام ده كله دول الشباب في المجتمع كل الموضوع العامة دي يستخدم زمن المضارع البسيط تمام ادي فاعل ادي فاعل خلينا بس الاول نتكلم بلاش نقول كده مرة واحدة الجملة لأنا عايزك تفهم الاول متركب جملة فاعل وفاعل ومفعول او صفة ماشي دي حاجة الحاجة التانية اولاد بص كده رايه في المقدمة بتبدأ بالجملة الجملة الرئيسية وبعدين لازم تبقى من موضوع العلواني يعني الموضوع بيتكلم عن الموضوع التكنولوجي فاول جملة لازم اكبقى كلمة موضوع التكنولوجي صح وبعدين كمان الجملة بتبقى انت انا وانا قدك سنوية عامة كنت بعمل اولاد بصراحة كنت بعمل جملة بالعربي وحولها انجليزي اسهل طريقة بصراحة دي انا شايفة سهلة بالنسبة لانا كنت طالب في تلقى سنة بعمل كده بعمل الجملة بالعربي وحولها انجليزي يعني ايه يعني بص في المقدمة مثلا التكنولوجيا تجعل حياتونة مريحة اروح ما حولها الانجليزي مكينات الحديثة جعلت العمل في المصانع اسهل بفضل التكنولوجيا الحديثة يمكن الصفر بسهولة كده بعمل جملة عربي وحولها الانجليز دي اولاد المقدمة طب ايه بقى ده بصي بقى يا رايق الجملة كده التكنولوجيا تجعل حياتونة مريحة الجملة كده صغيرة قوي. فبجيب حتة زي كده جملة احطها قبلها تطول الجملة يبقى شكلها حلوة بقى انا طالب في سنوية عامة. مش فاهم. تعال بص كده معايا. على او المقدمة. ازاي نكتب الجملة ونزودها ونكبرها ازاي ولاد. بص معايا كده اهو. الجملة اللي هي بص التكنولوجيا الحديثة تلعب دور هام في حياتنا اليوم. دي جملة هي. تلعب. انا بيجيب كلمة انا نحافظها. في حياتنا اليوم. الجملة كده لو عملتها من اول هنا صغيرة فبجيب كلمة زي دي. من الواضح ان انا عملت ايه? زودت بس وهو هو. المعنى واحد. زودت دي اولاد في الاول عشان اخلي الجملة اطول. عشان انت طالب في سنوية عامة. فلازم تحفظ لك الكام حتة باللحمر طول. عشان تزوق بيهم الاولين او بتاعتك. دي اولاد بيتحط في المقدمة ها? كل حاجة وليها حاجة خلي بالك ها? يعني مقدمة مش في الايه ما تنفعش هنا في الايه في الميدل ما تنفعش في الخاطمة يعني. اما كل حاجة ليه حاجة? هنجيب لك برضو في كل حتة كده ايه نزود لك بيها. طيب. الاختراعات الحديثة. خلت حياتنا مريحة. بص كلابت قبلها كلمة ايه? في الحقيقة او حقا. بص باولاد خلي بالك انا جونت الجملة فاعل وفاعل وبعدين مفعول وكده. ازاي? ادي مودرن تكنولوجي. بليز تلعب. انا قلت تجعل ميك. بتلاقي بص الى فعلا انا احفظها. تلعب تجعل تصنع تجعل كده بص. مودرن ماشين ميك. الماكينات الحديثة تجعل العمل في المصانع ايزير. سهل او اسهل. انا مش حافظ غير كلمة ايزي. فبخليها ايزير اسهل. ومرة استردمها بص. ايزلي. بص هنا. بفضل التكنولوجيا الحديثة. بنسافر اي مكان ايزلي بسهولة. بختارك كلمات اللي انا احفظها. لا احد ينكر ان مودرن الاختراعات الحديثة ميك. بص استردمت فعلي ميك تاني. ميك زورت خلت العالم او بتجعل العالم قرية صغيرة. شوف اخر جملة كتبتها هنا. في المقدمة اولاد. بصي بقى انا قلت الاختراعات الحديثة. بصي بقى في الوسط هبدأ اكتب ايه. في الوسط ابدأ اكتب عن الاختراعات الحديث زي ايه. اختراعات زي الانترنت. مثلا. اهي جملة على الانترنت. جملة على سبيشيب صفحة الفضاء والسواريخ. جملة على التي في. ما انا بتكلم شبت اخر جملة. يبقى اخر جملة في المقدمة. خليها ليه علاقة بالايه? اللي هتكتب على كده في الوسط. في الميدل. عملت ايه بقى? جملة بالعربي. الانترنت واحد من اهم الاختراعات. ات ميكس جيتنج انفورميشن بيجعل الحصول على المعلومات فسطر اسرع. شوفت ميك? اي تينج انا اعتقد اني سوفنا الفضاء والسواريخ بتمكننا الناس تكشف الفضاء. حط هنا نقطة طبعا. التلفزيون بيدينا معلومات. شفت? بيدينا معلومات. اخبار مبارابك تعليمية. ممكن بقى الوسط ده تساوت فيه ايه? جمل كتير قوي. بدل تخش على الريديو. تخش على على الفون. على الموبايل. الاختراعات الحديثة بقى تعمل جملة كل جملة عليها. اهم حاجة تركيبك الجملة رايق. فاعل فعل مفعول او فاعل فعل صفة. لو انت ملكش في انك تطول الجملة ايه عطولها? اعمل جملة صغيرة. ازاي? مسلا زا موبايل بس جملة خلصت. عط نقطة. يا سلام. بس كده او الله العظيم طالما انته كلمتك على قدك مش عافز كتير. بس طبعا لما تحفظ كلماتك على طول السنة هتلاقي الدنيا بقت حلوة او اولاد. بس او هتنسب عشان خطري. اول حرف كابتال ما تنساش اول حتة في كل في كل فقرة. حتة فاضية صغيرة كده. دي مهمة. طيب. اما اللي الخاتمة كتب فيها ايه? اسمع كده يا رايق. الخاتمة اولاد بنكتب فيها بنعيد صياغة المقدمة. يعني ايه عيد صياغة المقدمة. بكز. بعيد صياغة المقدمة يعني ايه? يعني بتكتب فيها بتجيب من المقدمة جملتين تلاتة وتعيد صياغتهم. يعني الخاتمة بتختم المقدمة. مالكش دعوها بالايه? بالوسط. خلاص? اسمع كده. طوصمب تلخيصا لما سبق. لازم يا ولد تبقى حافز لك كم كلمة تحطها خاتمة دي زي طوصمب. وهواريك سؤال الانتحان السنة اللي فاتت في الاختيارات جاء عليها. سيبك من موضوع الاختيارات دلوقتي هنقوله بعد ما نخلص المقال. انا لا اتخيل العالم بدون تكنولوجيا حديثة مش عارف العالم يجبه عمل زي ايه? خلت العالم قرية صغيرة. بص بص الجملة دي ما هي. اهي. شفت جبناها ابنين? خلت الناس تعيش بسهولة. بيبها برضو كلمة من المقدمة. يبقى ولاد الخاتمة بتاعتك تختمها من المقدمة تجيبكم لتين تلاتة داية صغيراتهم. وصلت كده اولاد. ده شكل ايه? المقال بتاعك. اهم حاجة بقى في الليلة. تكاربت. كده احنا في حاجة بقى مهمة قوي. الحاجات دي ممكن تجي لك في امتحان في اختيارات. اختيارات ازاي? تعال بقى اقولك ازاي عشان ده سؤال مهم. واقولك السؤال اللي جيه في امتحان السنة اللي فاتت كان سؤال جميل وسهل قوي موجود في الورقة. بتاعنا ده. ركز بقى معايا اولاد سؤال اختيارات شبه اللي جيه السنة اللي فاتت في الامتحان. احنا قلنا اولاد لما نيجي نختم الخاتمة بنستخدم كلمات معانا وارتها لك كان دلوقتي زي توصمم. بص السؤال بيجي في الامتحان زي اختيارات في الاربعتاشر جملة الاختيارات اللي في الاول. في اول الامتحان بيجي في الاربعتاشر السؤال اختياري اختياري هو ده من بيجي فيهم. لكي تختم المقال بتاعك بتستخدم يعيد سياغة ولا تصمب تلخيصا لما سبق ولا في رأيي ولا لا احد ينكر انه. ده سؤال امتحان. حواليك بتعسن اللي فاقولك بتعسن اللي فاتت. بص يا رايق بقى كده هتبقى الاجابة ايه? توصمب. عشان معناها ايه اولاد? يختم. ادي سؤال شبه اللي جي السنة اللي فاتت. ايه ده اختيارات? ايوه اختيارات عن المقال. بمكن بقى يسألك عن المقدمة. عن الميدل او البالك.